السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فوصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم مفنز الامريكي بشكلت يجي رائع سيستق معكم ان شاء الله من اول تجريبة وكما العادة نمره باش نتعرفه على المكونات طريقة التحضير والاسرار النجاح دياله كذلك نحتاجه اول حاجة 200 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ 150 غرام ديال سكر غلاسي زوج ديال البيضات بودرة الكاكاو طحين حبوب الشوكولاتة هنا عندي الخاميرة بيكين بودر وعندي الطاحين الملح ستجدوا المكونات كاملة مكتوبة باللعبار اسفل الفيديو هنا نحتاجه كذلك حتى الحليب فاول حاجة نأخذ الزبدة نحاول نطلبها مزيان ونخلطها مزيان مع سكر غلاسي نقدروا نخدمه غير بالدينة ما نحتاجوش نخدمه بلا ماشين ولا بالباتر غير بالدينة غادي نخدمه ان شاء الله هاد المنفينز هادو هنا غادي نخلي الماكينة خدامة باش كيتخلط لي اذاك الزبدة مع سكر غادي نضيف البيض غير بشوية بشوية يعني حاولو نضيفه بالوحدة بالوحدة وخلي وحدة كتخلط عذابش ضيفه الثانية اضفت وحدة هنا والماكينة اللي غا تسويني على الدراجة ثلاثة خدموها على ثلاثة غادي نضيف البيضة الثانية وغادي نخلي الخالطة دينا خدام كيتخلط وغير من بعد هنا غادي نحاولو نحيد هاد الخلط هذا ديال الحلوة وغادي ندير الطراب باش دابا غادي نطلعو ان شاء الله الخالط ديال المنفين غادي نحاولو نخدمها باش كي اضطر بليه الخالط اللي درت البيض غايتطر بليه مزيان مع الزبدة حتى كيعطيني واحد الشكل كريمي بالنسبة الاسرار ديال النجاح هاد المنفين هادو حاجة اللولة اللي غا نقول لكم هو انكم تبعوا طريقة كما انا حاطها لكم هيا كما كتشوفو راني ضفت الحليب من بعد غادي نضيف طحين باش كيتخلط ليا كل شي مزيان بالنسبة للطحين ميتين وسبعين غرام وغادي نضيف بودرة الكاكاو هادو را الكاكاو الحلو ماشي رمر وغادي نخلي الخالط كيتخلط مزيان اخر حاجة ضفت هي الخامينة ديال الحلوة حوالي 6 غرام كنخليو المكونات ديالنا كاملة كتخلط حتى كينساجم لنا الخالط من بعد غادي نضيف شوكولات حبيبات شوكولات حبيبات كيبقى اختياري لاندك حبيبات ديري وديري الشوكولات ديال الحلوة هنا غادي نضيفه وكنحتاج كدلك واحد شوية نخليه لتزيين كنخلي الخالط ديالي كامل كيتخلط غير على درجة واحدة من بعد ما كيوجد لي الخالط غادي نحاول غادي نزول الخالط ديالي ونجمع مزيان ديال الجوانب بهالطريقة هذي ودروا كيبقى الياب إلا باش نديره في الكويرتاس دياله الكويرتاس على حيث تقدروا تديره في داك المول ديال الموفيند لا تقدروا تديره في داك المول فانا هنا يضوبلتهم باش هكا ما يعطيني شكل مزيان ديال الموفيند ما يعواجوش لي حيث إلا درت غير ورقة واحدة غير واجون انا استعملت الكويرتاس حيث كين اللي ما عنداش المون فاقدروا تدير المون وتقدروا تديره حتى الكويرتاس هنا باش انجح معاكم مزيان السر التاني اللي غادي نعطيكم هو أنكم لست بدوا تعمروا الكويرتاس ديالكم حاولوا أنكم متعمروهم ش كاملين لأنكم اللي عمرتوهم كاملين غادي طلعوا وغادي هبطوا حاولوا تخليوا واحد الربع ديال هاد الربع ديال هادو الربع ديالهم خاوي باش هكا تيلقى الموفينز ديالنا كيلقى في نطلع هنا غادي نديروا الخالط ديالنا في البوش ولا بلاستيك غدائي وغادي نحاول أننا نعمر ونخليك ما قلت لكم هادو نعمر غير ثلاثة الاربع وغادي نخلي واحدة الربع غادي يكون خاوي الحاجة الثالثة والاخيرة اللي نسحكم بيها هي أن الفران خاص يكون سخون قبل ما ندخلوا الموفينز ديالنا يطيبوا ودرجة الحرارة دياله اللي غادي نعطيكم تحتارموها وكذلك حتى توقيت ديال الموفينز وكذلك حتى توقيت ديال الموفينز فاش غادي يطيب لنا حتى هو كيخصوا كيخصكم ما تفوتوش داك الوقت داك الوقت دابانا بديت نعمر كما كتشوفو غادي نكمل ان شاء الله وغادي ندخلهم الفران درجة الحرارة دياله مية وستين درجة لمدة ثلاثين دقيقة كنشعلوا عليهم غير من الأسفل وتنخليهم ولكن الفران يكون ديجا خدام وديجا شعل الموفين ديالنا ها هما كيما كتشوفو كيجيوا بهذا الشكل هذا غزالين رائعين من الداخل كيجيوا مع الكين نتمنى انكم تكونوا استفتوا من الوصفة ديال اليوم للمزيد من الوصفات تخليهم لي في التعليق ديالكم كنقول لكم بسلام عليكم نتلاقوا في وصفة اخرى ان شاء الله بسلام عليكم شكرا 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 شكرا